بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة ارتفاع الذهب محليا وعالميا يبدأ من الأسبوع القادم يطر إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية وإيه التصريح اللي غير مصاري الذهب ويغير مصاري الذهب بشكل مش طبيعي في الأيام اللي جاية هقول لحضراتكم دلوقتي طبعا كلنا شفنا اجتماع الفيدرال الأمريكي الأسبوع الماضي لما قال إنه تم رفع أسعار الفايدة بقيمة 25 نقطة أساس أو ربع في المية ده أثناء الاجتماع لكن في البيان اللي كان بعد الاجتماع قال إنه هيدرس تثبيت أسعار الفايدة وقال إنه لن نرفع أسعار الفايدة إلا لو احتاجنا لذلك وطبعا كلنا عارفين لو تم تثبيت أسعار الفايدة بنشوف ارتفاع غير مصبوك وبشكل مش طبيعي وجنوني في أسعار الذهب كمان شفنا الاجتماعات بتاعة رئيسة وزارة الخزانة لما قالت إنه مستوى سقف الدين ارتفع جدا وإنه أمريكا كمان بقى عندها مشكلة وغير قادرة على سادات بعض من ديونها قريبا طبعا بيانات التدخم بتأثر بشكل مش طبيعي على أسعار الذهب إزاي؟ بمعنى إنه لو التدخم بتاع أمريكا كان زي الشهر الماضي يبقى يثبت أسعار الفايدة وده على فكرة متوقعة بنسب بسيطة مش كبيرة كمان إنه قال لن نرفع أسعار الفايدة إلا لو اضطررنا لذلك ويه كمان كم ساعة هنبدأ نشوف بيانات التدخم وعلى فكرة التصريح ده خطير جدا 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 لأنه بيانات التدخم اللي هتظهر النهاردة لو ما ارتفعش التدخم وقال إنه هيثبت أسعار الفايدة يبقى هنشوف ارتفاع في حدود ما بين 40 ل 50 دولار في الأوقية الوحدة ولكن لو كان بيان التدخم مرتفع بالفعل هتشوف انخفاض في أسعار الذهب عالميا بصورة كبيرة مش شوية صغيرة لكن في مصر هنا لا خالص مش هنشوف انخفاض كبير قوي لسبب بسيط جدا إنه مصر الدهب فيها بقى ملوش علاقة خالص بعالميا ولا بمحليا بقى الاعلاقة بالدولار والعرض والطلب طيب أنا لو في حال لو الدهب انخفض هنا في مصر أبيع ولا أسيب الدهب اللي معايا أولا هقول لحضرتك أنا مش فهمة ليه حضرتك مصر تبيع الدهب اللي معاك زي انه حضرتك مش هتشوف انخفاض بقيم مرتفعة زي عالميا خالص لأنه احنا مرتبطين زي ما قلت لحضرتكو بعاملين أساسيين هما العرض والطلب والدولار بالنسبة للعرض والطلب احنا شايفين لسه الدهب بيتبعه وبيتشاره وبصورة كبيرة لأنه بسبب بحاجة بسيطة قوي اللي لسه مش تراش كان مستني انخفاضه بيستغل فرصة انخفاضه بيشتري دلوقتي يعني برضو ما زالت صفقات الشراء كبيرة أصد صفقات البيع يعني أنه الانخفاض مش هيكون بقيم كبيرة قوي حتى لو بقيم كبيرة ليه حضرتك برضو عايز أفهم ليه عايز تبيع الدهب اللي مع حضرتك ليه عايز تحول الدهب لورق وزير التموين قال لحضرتكو ما تبيعوش الدهب اللي معاكو رئيس شعبة الدهب قال لحضرتكو أن الدهب هيرتفع في الأيام القادمة وزي ما احنا قلنا لحضرتكو هنشوف ارتفاع في الربع الأخير من 2023 وارتفاع في الربع الأول من 2024 أنا وزملاء قلنا لحضرتكو كتير جدا جدا ليه حضرتك عايز تهدر قيمة أموالك وتتخلى عن العملة الوحيدة اللي ممكن تحافظ على قيمة أموالك في الأيام اللي جاية هي احنا مش بنقول لحضرتكو مش ملتزمين بالكلام اللي احنا بنقوله القرار في الآخر بيرجع لحضرتك بيفلوس حضرتكو أنت اللي تعبان فيها احنا بنقول اللي موجود قدامنا كل المؤشرات وكل الكلام اللي بنسمعه كل التصريحات وكل حاجة بتظهر يوم بيوم بنقولها لحضرتكو بنقول لحضرتكو أن مؤشر الدهب مرتبط مؤشر الدولار وفيه عندنا سبات فيه اللي اتنين ممكن من الممكن أن يكون فيه بعده انفجار في الأسعار وبرضه ممكن في الأيام اللي جاية نشوف انخفاض يبقى اللي معه دهب دلوقتي لا حرام أنه حضرتك تتخلى عن الدهب اللي معه حضرتك أنا عايزة أفهم هتتخلى عن الدهب وهتجيب وهتاخد فلوس الفلوس دي حضرتك هتعمل بيها إيه؟ هتروح بيها على البنوك طيما هو اللي كان معه الفلوس في البنوك هو اللي هرب للدهب البنوك المركزية ما بقيتش تتحوط بعملة بلدها لكل دول العالم بقيت بتتحوط بالدهب السنة اللي فاتت والسنة دي كميات كبيرة جدا 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 تم شراءها للبنوك المركزية لما يكون بنك بيتخلى عن العملة بتاعته سواء دولار سواء جنيه سواء أي شيء يورو أي حاجة بيتخلى عن العملة وبيتحوط بالدهب يعني بيحول كميات كبيرة من عملته لدهب إزاي حضرتك بوسط ده كله؟ عايز تتحوط بالجنيه أنا بصراحة مش عارفة هي وجهة النظر إيه بس أكيد بيبقى فيه ناس يعني بيخافوا شوية ما بيحبوش المجاسفة ولو إن ما فيش هنا مجاسفة وإحنا ما كداش بتبقين من الأول مع حضراتكم إن حضرتك بتضارب في اللهب وأنا قلت كتير جدا كمضربة أنا ملياش دعوة اللي اشترى في الأيام اللي فاتت اللي اشترى السنة اللي فاتت هو ده بس اللي يقدر يحسب صفقته دلوقتي كسبانة ولا خسرانة مليون في المية هيلاقيها كسبانة بنسبة مية في المية إنت كمان حضرتك بما إنه بدأت الصفقة هنكملها مع بعض للسنة القادمة السنة اللي جاية إن شاء الله تقدر تحسب مكاسب حضرتك هتلاقي مكاسب غير طبعية في الدهب طيب الإنخفاض ده بقى المفروض مش حضرتك اللي تستغله اللي معاك دهب اللي مش معاك دهب هو اللي المفروض يستغله لو مع حضرتك فلوس ومش محتاجها لمدة سنة قدام زي ما لسه بنقول للي هيبيع بنقول الصفقة مش هتقل عن سنة كاملة تاني حاجة هتشتري بقيمة 60% من قيمة محفظة حضرتك الاستثمارية أو من أول حضرتك بمعنى إنه أنا لو قيمة محفظة الاستثمارية هطلع منها 60% مثلاً يكون متين تلتمائة ألف جنيه مش هروح الساغة بالمتين تلتمائة ألف جنيه مرة واحدة يعني هعمل آآ متوسط سعر على انخفاض بمعنى إيه بمعنى مثلاً أنا معي تلتمائة ألف جنيه مش هلقى الدهب نزل عشرين تلاتين ستين سبعين مية جنيه حتى هروح اشتري بالتلتمائة ألف جنيه كلهم مرة واحدة لا خالص حضرتك كده مش بتعمل متوسط إيه سعر في الانخفاض حضرتك هتروح أول يوم بمية جنيه هتستنى يوم ولا اتنين هتعمل بمية ألف جنيه واليوم التالت هتروح أو بعدها بكم يوم هتروح بالمية ألف جنيه التالتة الانخفاضات دي هتلاقيها عاملة مع حضرتك متوسط سعر محترم جداً وهنهدى شوية وهنسيب الدهب معانا هنشيله في مكان آمن وهننتظر على الصفقة مش أقل من سنة زي ما قلت لحضرتكو كتير جداً قبل كده السنة ده حد آآ أدنى مش حد أقصى تاني حاجة اللي بعد كده حضرتك بلاش نشتري دهب أونلاين كل يوم بيحذر حضرتكو من الدهب الأونلاين وكل يوم بنشوف كوارث الدهب الأونلاين دهب أونلاين معنى صفحات الواتساب وصفحات الفيسبوك ممنوع جداً الحاجة اللي بعد كده حضرتك لو حابب تشتري هتشتري أول حاجة سبائج دهبية تاني حاجة تكون السبيكة حجمها قليل صغير مش كبير والحاجة اللي بعد كده تكون طبعا مدموغة ومعروفة من شركة معينة من احد الشركات المشهورة ابتدت تماما عن السبائك البلدي السايغ هيكتب لحضرتك فيه فطورة ضربية مش بيان بيع اختاموا الموازين واسم السبيكة وكل شيء السبيكة هتكون مغلفة عليها غلافة كده من بره اوعى تفك التغليفة دي ده كده مش هاجة للزينة او التشميع اللي عليها دي دي هي كده اللي حضرتك بتقدر تحصل بها بعد كده على كشبك اللي هو ممكن ساعات بيوصل لخمسين في المية الكشبك ده مش من قيمة السبيكة بتحصر حضرتك على خمسين في المية بتسترد قيمة خمسين في المية من الدمغة اللي حضرتك تفعتها في كل جرام على السبيكة نفس القصة بالنسبة للجنيه الدهب اللي هتعمله هنا هو اللي هتعمله هنا بعد كده المشغولات الزهبية لو حضرتك حبيب تشتري مشغولات زهبية هتشتري مشغولات مستعملة من اللي في الدرجة من عند السايع بلاش الدهب الحلو الملون الجميل ده اللي عليه فصوص انا مش بشتري شبك انا بشتري دهب للإدخار والاستثمار في الايام اللي جاية هنشوف ممكن نشوف ارتفاع كبير جدا بسبب موضوع الدولار وممكن نشوف انخفاض شوية بسبب التصريحات الاخيرة ممكن حضرتكو تعرفوا التصريحات دي من الفيديو هين الفيديو اللي فات عن الدهب هتعرفوا ايه اللي ممكن يحصل هنهدى خالص ومش هنقلق مش كل شوية هنسمع حاجة هنجري جارية بسرعة نقول هنبيع الدهب اللي معنا هتمنى كده يكون الفيديو كان واضح بالنسبة لحضراتكم ومجرد منشوف مؤشرات التضخم في امريكا هتعمل ايه وهتظهر وبعد كده هنشوف ايه التصريحات اللي هتكون بعدها هنقول لحضراتكم الدهب رايح فين لو حضرتك حابب ومرتضي السعر اللي وصلت له خلاص توكل على اللابيا مفيش مشكلة خالص وربنا يبارك لحضراتكم في اللي اكسبتوه فانا كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم استفدتوا ولا بمعلومة واحدة اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد فامان الله